نظمة القوات المسلحة احتفالية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1446 هجرية يأتي ذلك بحضور عدد من قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة وعدد من كبار علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف وألقى اللواء أركان حرب وليد حمودة عوض مساعد وزير الدفاع كلمة نيابة عن الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام القوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي هنأ فيها الحضور بالعام الهجري الجديد مشيرا إلى أن رجال القوات المسلحة يؤكدون وفاءهم بالمهام والمسؤوليات المكلفين بها بكل قوة وعزيمة